عايزين نفهم المسببات لمرض الكلام ايه هي الاسباب اللي بتؤدي بنا الى مرض الكلام هل هي عدات سيئة سواء في الاكل او في النوم او في اسلوب الحياة هل هي عدوة بكترية مثلا بتنتقل هل هي لها علاقة بالوراثة فياريت نوضح ده للسادة المشاهدين ايه المسببات وبعد كده نخش ندخل في كيفية تجنب هذه المسببات بالنسبة الاسباب الاعتلال الكلوي والقصور الكلوي بكل درجاته بينقسم زي ما حالك قلت كده وتكرمت ان في اسباب ورصية في اسباب قد تتعدى لبعض الامراض الموجودة عند المواطن في حاجات تانية لها علاقة بالادوية والعلاجات او بوجود بعض الفيروسات فمثلا لو خدنا اهم اسباب على مستوى العالم كله بتؤدي الى قصور الكلوي والاعتلال الكلوي هو عدم انتظام السكر بالدم لمرض السكر وعدم انتظام الضغط لمرض الضغط يعني هنقول رقم واحد واثنين هما السكر والضغط يعني السكر والضغط ليهم علاقة مؤديات الى يعني اسباب مباشرة يعني اسباب المباشرة للاصابة بمرض الكل مظبوط تمام فضل دول اهم 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 اسباب على مستوى العالم حسب احصائيات المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية هم اهم اسباب للاعتلال والقصور الكلوي على مستوى العالم كلهم ومن ضمنهم طبعا مصر لنى اي حد يكون عنده سكر او عنده ضغط ومش منتظم على العلاج او مش متابع العلاج بتاعه فبالتالي غصبا عنه بيبدأ يحصل قصور في الكلوي بدرجاته المختلفة تمام بعد كده يجي عندنا مثلا كتر مثلا الناس اللي عندهم حصوات الناس اللي بتجيلا حصوات كتير جدا مثلا وبتكون حصوات كتير وبيبدأ يمكن يسد مجرر البول او الحالب ده برضو بعد فترة ممكن يكون عرضة ان يحصل عنده قصور كلوي تمام في بعض الالتهابات المتكررة في المجاري البولية زي ما اكرحك تكرمت اللي فيها نوع منها بكتيري او منع فطريات نفسها قد تؤدي الى برضو كتر الالتهابات برضو عشان الناس لا تستغين بموضوع الحصوات وموضوع التامت في المجاري البولية موضوعهم جدا فيروس C نفسه من الحاجات اللي كان لها دور مهم جدا في الاصابة والقصور elkelau فيروس C قد يصيب للكلاء ببعض الالتهابات النفروزية اللي بتأدي الى الاعتبال الكلوي بأشكال مختلفة ولما ساعدنا ان احنا لنقضي على فيروس C ساعد معنا كتير جدا ان احنا نقلل اصابة تاعت الاعتبال الكلوي من أهم الأسباب بقى اللي عندنا هنا في مصر جدا وينكتر المسكنات والأدوية المسكنات كل يجيله صداع يجري ياخد مسكنات أيوة دي أوحش حاجة عندنا إحنا كمواطنين نخلي بالنا أزائي المشاهدين من الكلام اللي هيقوله الدكتور أحمد حالا في موضوع المسكنات لأن دي عادة عند جميع المصريين مظبوط فضل إفنك للأسف إحنا يعني الناس كتير مننا عن عدم دراية أو عن يعني حسن نية أو كتعود أنه أوه ما يتعب زي ما حقا قلت أن يجيله صداع يجيله شوية تعب يجيله شوية برد يروح للصيدالي الصيدالي أم جاي أو الوقف في الصيدالي غالي ما ما ببقاش الصيدالي كل حلقة أكرر هذا الموضوع وتاني بكرر ندائي للسيدة الفاضلة وزيرة الصحة المصرية ياريت تهتم بهذا الجانب ونقابة الصيدالي الصيدلة ياريت يهتموا بهذا الجانب أنه يكون موجود في الصيدالية جماعة يكون صيدالي وما يصرفش أي أدوية للمواطن من غير رشادة الدكتور بدفت كثير